كنا نتمنى حقيقة أن تضمن في الموازنة الاتحادية بصورة نص كامل وشامل وهذا ما كان تسعى عليه الحكومة العراقية برئاسة سيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء لكن بعد أن صدرت وثيقة الموازنة ذهبت الحكومة العراقية إلى قراره في قرار مجلس الوزراء وهذا القرار الآن هو قرار إيجابي لحل هذه المشكلة الكبيرة لواقع أكثر من 200 ألف متعاقد من المحاضرين الذين يعملون عمل كبير جدا وهي قضية التعليم الأساسي الخاص بالمدارس للطلبة في كل أنحاء العراق وهذا بالتالي ما جعل الحكومة العراقية وكذلك بالمقابل مجلس الوزراء وبقرار كامل منه بعد جلسة التي عقدت في الثلاثاء الماضي من انصاف هذه الشريحة المهمة وطبعا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى حل كذلك بالمقابل كل الشرائح التي مؤهلة للدخول لسوق العمل الحكومي أو سوق العمل الخاص في أن تحل هذه المشكلة لأنها واحدة من التحديات التي ورثتها حكومة السيد الكاظمي من الحكومات السابقة من جهة وكذلك بالمقابل عدم قدرة كذلك بيئة الاقتصاد العراقي من استيعاب هذه الأعداد المهمة وتطوير كذلك الاستثمار التعليمي الذي هو سيعطي فرصة أخرى موازية إلى الفرصة الحكومية وهذا بالتالي ما سيجعل سوق التعليم الحكومي أو سوق التعليم الخاص حقيقة يزدر خلال المرحلة المقبلة بتوفيره كذلك فرص عمل والتركيز على الجودة التعليمية